فماذا فعل اللعين تس إلى الإمام ثم انفتاك في ذلك الطعام فما كان من الإمام لما تناول من الطعام اتقول الرواية أحس من فيه إلى سرته من يقطعه بالمواسي أو يجرحه بالمواسي ثم يا شيعة الإمام إمامكم في الأول من الشام واستشهد في الثامن من يعني الرواية تقول ثمانية أيام الإمام يتجرع حرارة السم ألم مناد وإمامه وسيده يتقلب يمينا شمالا يرفع فخذان يضع أخرى يمسكه يده على كبده المباركة وهو بأبي وأمي نظر الإمام العسكري إلى الخادم سقي علي بولدي أحسن الله لكم العزاء أعظم الله لكم الأجل جاءت سقيل قالت له يا حجة الله إن أباك يريدك جاء جاء الإمام الحجة إلى والدي أحسن الله لكم العزاء أعظم الله لكم الأجر ما إن رأى أباه على تلك الحالة صرخ وأبتا رحم الله من نادى وسيده قالت له قالت له قالت له يا حجم يلوج بنفسه ولدي في أمان الله في دعاة الله سلمه مواريث الأنبياء والأئمة أحسن الله لكم العزاء يا شيعة الإمام ظل الإمام يقرأ سورة ياسين فلما ختمها عرق جبين الإمام صار جبينه يتصبب عرقا كلنا بلسان واحد وإمامه رحم الله من نادى وسيده ثم أن إمامكم مد يديه ورجليه أطبق فأغمض عينا فاضت روحه المقدسة الشمامة الهادي الحسن يجذب الونا فوق الفرش وسموم خصمة مردن بنفسه يجود وذاب قلبه بحر الاسم وأولاده بطالب عليه قلوب هتحو هذا يجر والنا الله أكبر وهذا بقلوب مألو وما الأعادي غدت في حنى ورنى صفرت صفرت ألوانه ونتا صارت قصيرا لا أهل عنده ولا قرابة ولا عشيرا ما بيه لا قرابة ولا عشيرا ما بين عديدين ما عدهم محنة غمض غمض عيونه وقطعوا النه وفاضة الرؤ ويت زلزلت بسمات سامرة من النه وصاحب الغيبة من المصيب القلب مجرو وانات وانات ابوه شعبا قلبا وجرحا ألم مناد وإماما قام الإمام الحج في تجهيز والد وضعه على صخرة المغتسل غسله كفنه حنطه وصلى علي وبشار وبشار بتغسيله أبو صالح وسجع وبدأ الطاهير على المغسل والخلى ولف ابنى يعشى وحطه وإلى ناديت شفت يا بويا قلوبها العدوان من ألم مناد وإماما صار ابنه الإمام الحجة أوسده أوضعه في ملحودته صاح أب في أمان الله في دعاة الله يا حجة الله عندما وست أبوك هل رأيت في جسده أثرا لطعنة تروك يا الله خلنا نروح لكربلا خلنا نروح للحسين حنيا لزوار الحسين يا حجة الله عندما وست أبوك هل رأيت في جسده المبارك أثرا لضربة السيد يا سعد الله قلب مولاي الإمام السجاد عندما جايا يدفن تلك الأجساء إلا يا سعد الله قلب ابو محمد السجد من عادي لحد والده أو يدفن السبعين جثة اللي دفن حكو الولا بكبور ناس وناس حطهم بالحفي يوسد أبوه بحفرته من القلب ذا لا شاف طعنة بجثة ولا عايا نصوة لا شاف ضربة بالجسد لا شا لعن الشا لا شاهد من الخيل والأضلاعك السئس ألا من مناد وإمامه ألتم على صدرك بارك الله فيك ما داست عليك الخيل والأضلاع رضوها ما داست عليك الخيل والأضلاع رضوها والجثة بلا تغسي ما شفناها تركوها ما داست عليك الخيل والأضلاع رضوها ما داست ما داست والأضلاع والأضلاع آه اختك ما مشيت عنك وانت مارمع الغبرة ثلاث ضربة ثلاث ضربة يا علي يا علي اختك ما مشيت عنك وانت مارمع الغبرة قدام الاخت ابنك حطوا جامعة بصدرة زينب قيد بيدها تيمشي وتجذب الحسرة مفجوع القلب منها بعد حسين شي صبرة جت الشيعة بالتهليل حق الجنازة شالوها ما داست عليك والأضلاع رضوها ما داست ما داست بالأضلاع آه ما ضجت إليك أطفال مين مرت على المصرع ما ضجت إليك أطفال مين مرت على المصرع ما شافت نحر مقطوع وي الجسد المبضع ما نظرت على صدرك ما نظرت على صدرك طفل فطر ويفجع من تدويس رجل الخير صدره وظهره موزع ما صحوا عليك بويل وي الجثة ينظروها ما داست عليك والأضلاع رضوها ما داست أه ما ندبت إليك نسوات من فوق الهزل صاحات ما ندبت إليك نسوات من فوق الهزل صاحات ضعنا يا الولي بعدك وي أهل الظلم ناحت ما ناديت يا أبو الغيرة نسوانك ترى راحت والحادي شمر لها مين يضروبها باسطاحت وإنت ما بقيت إليك وجنازتك ما جوها ما داست عليك وإلى أضلاع رضوها ما داست وإلى أضلاع رضوها بيت الدعاء بالبر ما مشيت عنك يا مولاي مسبيا يا علي يا علي بالبر ما مشيت عنك يا مولاي مسبيا ما عندك بعد خولة صاحات آه يا بي من فوق الرمح راسك ما يبجي على رقية ما حنت إليك سكنة تنظر هالضروبية يا الجسمك حصل تضليل وجنازتك واروها ما داست عليك الخيل والأضلاع رضوها مان ما 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 اشتركوا في القناة